لما نجي نشوف الجداول ودي حتة مهمة جدا يا شباب مهمة جدا 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 تعال نشوف اي جدول او اي شركة مصنعة للكابلات زي كابلات الرياض كابلات جدة كابلات بحرى كابلات السويدي كل انواع الكابلات او الشركات المصنعة للكابلات بيبقى في عندها جداول تيبلز بتوضح لي معلومات عن الكابلات انا اجي اقرأ الكلام ده ازاي انا بسيطة هو في عندي سينج الكور كابل ويز ستراندد سيركولر كبر كوندكتور احنا قلنا انواع الكندكتور يا اما بيبقى سولد يا اما بيبقى ستراندد طيب البي في سي ده انسيوليتد اند البي في سي تشيز زي ما شوفنا الطبقات تلات طبقات الرئيسيين اللي هو القلب الكور رقم اثنين الانسيوليشن رقم ثلاثة التشيز اللي هي الطبقة الخارجية يبقى انا هدور دي الوقت اشوف هل الكابل ده هل الكابل ده نحس ولا الامونيوم هو اللي كبر طيب رقم اثنين الانسيوليشن اكس البي اي ولا بي في سي هو البي في سي الكتالوج ده اللي قدامنا البي في سي رقم ثلاثة للشيز الطبقة الخارجية طيب تمام ممتاز جدا ممتاز جدا عرفنا الداتا اللي مكتوبة في السطر الاولين نجي نبدأ ندخل على اي جدول من اليسار كاتبلي النومنال كروس سيكشنال ايريا دي مسحت المقطع يا شباب مهم جدا الناس برا يقول لك الكابل ده اثنين ونص ميلي اربعة ميلي غلط هو المفروض اثنين ونص ميلي متر تربيع اربعة ميلي متر تربيع خمسة وثلاثين ميلي متر تربيع معلش انا هاسيف يا شباب نبدأ نجوف المصنع بيصنع كروس سيكشن ايريا من كم ممكن من واحد ميلي ممكن من خمسة وسبعين من مية واحد ميلي واحد ونص اثنين اثنين ونص اربعة وهكذا انا عايز ابدأ احفظ كابلات اللي هو تمام او الكابلات الخاصة بالسطاندرد خاص بالكابلات فيك مهندسين كتير جدا هو الراجل مش عارف الكروس سيكشنال ايريا الستاندرد يقول لك انا والله اشتريت كابل 20 ميلي متر تربيع ده مش فهم حاجة انا اشتريت كابل مش عارف مية ميلي يا عم مفيش كابل مية ميلي في السوق يبقى انا لازم احفظ معلش انا اقاسف نحفظ مع بعض اربعة ستة عشرة تربيع 1625 35 و记 ISA 先 And اللعنين lose lim 70 95 120 150 1850 الناس ما يتعبش مني 240 300 400 500 630 800 1000 ميلي متر تربيع القمودي الاولانه ايه يا شباب الكروس سيكشنال ايريا الكروس سيكشنال ايريا ممتاز طيب العمود التاني بيديني المكسمم كوندكتور ريسيستنس مقاومة الكابل في حالتين في حالة دواير التيار المتردد وفي حالة دواير التيار المستمر ادي عندي في حالة الدي سي عنده 20 دقاء سليزيس وفي حالة الاسي عندي 70 دقاء سليزيس. انتب وحدة.. قياس الرسيستنز دي.. regulated عن الاوم لكل كيلومتر يعني الـ 4.6 من عشرة دي اربعة وستة من عشرة. اوم لكل كيلومتر يعني الكيلومتر بيديني مقاومة مقاومة اربعة وستة من عشرة كيلو في حالة الكابل للأربعة ملي متر تربية. ده لو هيركب في دي سي. لو هيركب في اسي. هديني خمسة ونص. طيب. القيمة التيار الخاص بالكابل. ودي اهم معلومة عندي يا شباب. دي اهم معلومة عندي. اهم معلومة عندي الكارنت ريتنج. انا عايز اعرف يا شباب. الكابل اللي اربعة ملي كده بالبلد انا وفي الموقع يتحمل لحد كم امبير. دي حتة مهمة جدا. يعني انا عملت حسابات كده سريعة. وجبت التيار بتاعي تسعين. تسعين امبير. طيب انا التسعين امبير يا شبابي. بنفع اركب معاها ايه? اه اسأل نفسي سؤال يا باش معندس. هل الكابل ده هيتحط في الارض زي ما احنا شايفين? ولا هيبقى طيب. هشوف الحالات لو كان لو انا حطيت الكابل ده احنا قلنا الرصة دي الافقي جنب بعض بنسميها فلات. والرصة اللي هي فوق بعض دي زي الهرب بنسميها تريفويل. يا اما هتحط تريفويل يا اما هتحط فلات ده لو في الارض او هيتحط تريفويل تمام داخل المصورة يبقى انا في عندي تلات حالات تلات حالات شايف لو هيبقى لو هيبقى في الارض ومحطوط فلات يا شباب بتحمل لحد اتنين واربعين شايف لما حطنا تريفويل بيديني اللي هو ريتنج اربعين لو حطنا داخل المصورة بيديني الكارنت ريتنج اتنين وتلاتين طيب لو ليد ان فري لو ليد ان فري اير في الهوى يا اما الوحدو سنجل يا اما فلات يا اما تريفويل يبقى انا عرفت ان المعلومة دي اهم معلومة في الجداول باجبها عشان اقدر اوصل بسرعة ان المفروض لو انا حاسب طيار معين اختار له كروس سيكشن الاريا كام يبقى اروح على الكارنت ريتنج واشوف هل الكابل ده محطوط في الارض مدفون ولا محطوط على فري اير محطوط في الهوى خارجي او على كابل تري في معلومة مهمة جدا ناس كتيرا ما بتاخدش بالها منها انا لما قلنا الكروس سيكشن اريا هي مساحة مقطع الكور مساحة مقطع الكور مش الكابل كله ناس كتيرا جدا متخيلة ان الكروس سيكشن اريا هي مساحة مقطع الكابل كله غلط الكروس سيكشن اريا مساحة مقطع القلب يا شباب طيب انا باجي اقدر اجيب الديامتر اللي هو القطر للكابل كله القطر للكابل كله اللي هو بيبقى مثلا هنا في الاربعة ملي متر تربيع الديامتر سبعة ملي او في حالة العشرة تمانية وتسعة من عشرة ده الاوبرول ديامتر القطر الكلي او القطر الكابل الخارجي يبقى القطر القطر الكلي هو معلومة مهمة جدا. اما هي مساحة مقطع القلب الخاص بهذا الكابل. المعلومة بقى لناس كتيرة جدا من الناس اللي بتصمم بقى كابل تريج عايز يشوف هنقدر هحمل على الكابل تريج ده كابلات كام لازم اشوف الوزن اللي هو وزن الكابل بالكيلو جرام لكل كيلو متر ده بيفيدني في تصميم الكابل تريج اقدر اجيب الوزن. طبعا الاسم الخاص بالكابل في خط الانتاج ده بيختلف من مصنع لمصنع اللي هو الكود يعني عندما عايز اشتري الكابل الستة ملي او عايز اشتري الكابل العشر ملي عايز اشتري الكابل العشرين ملي لازم اروح اقول للراجل بتاع المصنع اديني الكابل سي تلتمية ومش عارفو كام وهكذا ده الاسم الخاص بالكابل في خط الانتاج طبعا ده كان سينجي لما نجا شوف المالتي كور يا شباب اللي اختلف بين السلايد دي و السلايد ده مالتي كور ستراندد خلاص اوكيه بي في سي انسيوليتد و بي في سي تشيس يبقى ليه جدول اكيد برضو ال اكسي ال بي في انسيوليتد ليه جدول مختلف يبقى انا هروح اشوف النومنال خلاص حفظت بقى الشكل ده النومنال كروس سيكشن الاريا واحد ونص اثنين ونص اربعة ده في حالة التو كور الماكسيمم كوندكتور ريسستنس في حالة التاري المتردد والمستمر بعد كده الكورنت ريتنج هلا هو هيبقى في دكت ولا في جراوند ولا في فري اير على كابل تري واحفظنا بعد كده القطر الكلي للكابل ووزن الكابل وكود الكابل في المصنع ده في حالة التو كور كابل في حالة السري كور كابل برضو بيديني المصنع الكروس سيكشن ايريا اللي بيصنعها وبيديني الكارنت ريتنج والوزن والقطر الكلي في حالة الفور كور في حالة الفور كور ويز ريديوس نيوترال زي ما